السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم حبيبا عاملين ايه اتمنى يا رب تكونوا بخير النهاردة هنعمل مع بعض ان شاء الله طبق فول محترم طبق فول محبش كهرمان زي ما الكتاب بيقول هقولك ان شاء الله على الطريقة الصحيحة لتدميس الفول وإيه اللي بيخلي الفول يسود وازاي نخلي الفول ما يسودش مننا وطب ولو الفول سود مننا ازاي نعالج المشكلة دي كل الحاجات دي ان شاء الله هنتعلمها مع بعض في الفيديو ياريت ما تسرعيش اي جزء من الفيديو كل خطوة مهمة جدا لايك وشارع الفيديو لو عاجبك ولو انت لسه جديدة على القناة ياريت تنزلي تحت الفيديو وتعمل اشتراك وتفعال الجرس وتختار الكل يلا نبدأ وصفتنا ونقول المقدير والطريقة ده نص كيلو فول انا جبته من امبرح بالليل الفول بلدي نقيته كويس وغسلته ونقعته في مياه عادية من الحنفية شرطة اساسي عشان الفول ينجح معاك وما ياخدش وقت في التسوية وكمان ما يسودش منك ان لازم تنقعي الفول مش قلي متنشر ساعة يعني مفروض تجيبيه مثلا بالليل لو هتعملي الصبح او من الصبح لو هتنقعي من الصبح لو هتعملي بالليل دي 800-2002 متقطعين وده نص كباية فول ما تشوش ونص كباية من العدسة الاصفر العدسة الاصفر والفول ما تشوش بقى مخصول ومتصفي مش منقوع الفول لما بيتنقع بيستوه معانا بسرعة ما بياخدش وقت في التسوية خالص ممكن نص ساعة لقى الفول استوى كويس وبقى عامل زي الكهرمان بجد خلاف لما تسويه ومش منقوع بياخد وقت طويل وبعد ما بيستوى الحباب بتبقى بتاعتم كرمشة شوية ما بتستويش زي ما انا بحب بصراح مها محططها على النار انما التسوية الصحيحة ان لازم الفول يتنقع كويس جدا علشان يبقى مظبوط معانا ويبقى صحي كمان هاخد كل الحاجات بتاعتي الفول والعدس والطماطم والفول اللي ما تشوش كلها في قلب الدماسة انا بحب اعمل الفول جدا في الدماسة لانها لها طعم مختلف في الدماسة الفول بقى طعم حلو اكتر لما بتعمل في الدماسة بس لو مش موجودة عادي ممكن نعمل في اي حل عندنا دا قرنشطة حامي دا اختياري على فكرة بس على فكرة هو مش بخليه حرق ولا حاجة وبردو الطلط فصوص طوم بتديناك حلوة او طعم حلو للفول بس هو مش يعني مش اساسي ممكن اختياري بس انا بحبها بصراحة دلوقتي هنزل على الفول بمية مغلية ودي برضو شرطة اساسي عشان الفول بتاعك يبقى لونه فاتح وما يتسودش منك لازم المية اللي هضفيها اول بول تكون مية مغلية يعني ماينفعش تحط مية من الحنفية على الفول هيتأكسد ولونه هيتغير لازم المية تكون مغلية اول مية تحطيها برضو تكون مغلية اول حاجة هتولعي على الفول على نار علي الاول حد ما يبدأ يغلي هنشيل الرغاول على الوش دي برضو بتغمق اللون الفول هنشيلها خالص ونتخلص منها دي بتبقى عاملة زي الريم اللي على الشربة لو سبتيها بتخلي لون الشربة غامل برضو نفس النظام مع الفول شليها بالمعلاء اول باول هي مش بتظهر على طول هي بتظهر بس في اول غلوتين تلاتة وبعد كده بتروح مش بتظهر تاني واول ما الفول بتاعي يغلي هوطي عليه النار وطبعا انا كل ما الفول بالمية بتقل بضيف مية مغلية ماينفعش المية من حنا فيها خالص عشان الفول هيسود وبالزبط عدى تقريبا اقل من من تلاتة ربع ساعة كان الفول استوى بالشكل ده زي الكهرامان بجد لونه فاتح ورحته حلوة قوي وطعمه جميل جدا في حاجة بقى ان الفول لازم يتحفظ في الدمسة اللي انت عملتها فيها يعني انا مثلا بعمل شوية بشوية مش بكتر نص كيلو وبسيبه في الدمسة وبحطه على شبكة التلاجة بطلع اول باول على قد ما انا هستخدم وبغطي تاني عشان الفول من البوكليات اللي ما بتعرض الهوو بتتأكسد فالطبقة من فوق بتسود طب ايه الحل لو انا فتحته قوة ونسيت ان انا نقفل عليه والفول سود مني هتاخد الدمسة بتاعتك زي ما هي وتديله غلوة على النار هيرجع لونه فاتح تاني زي الاول ما تشيلش الفول ارجوكي في الفريزر وتعملي كاس وتشيله لونه هيغير ما تفرومش الفول في الخلاط وتشيله مفروم جاهز لا اعملي بالطلب على قد ما انت هتعملي بالزبط اعملي تمام هيفضل الفول محافظ على لونه الابيض زي ما هو بالشكل ده لون الفاتح يعني ويفضل حلو وجميل زي ما هو سدقيني الطريقة دي المزبوطة لان الفول مهما عملتيله لازم هيتغير لو تعرض للهوى تمام هنعمل طبق فول محبش دلوقتي انا ضفت شوية ملح وكمون طبق بسيط جدا وعليه شوية زيت زتون او زيت حر او زيت عادي للمنعندك عباد الشمس وعليه طحين انا مجاهزاها وان شاء الله فيديو الطحين هينزل بعد بكرة ان شاء الله احلى طبق فول بجدها تكليه اتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم استنوني ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة من قناة مبخ ام البنات الاميرة بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته